ها هم الحجيج قد قضوا المناسك وادوا الشعائر ورجعوا قافلين الى اهليهم واوطانهم وفي اذهانهم سؤال يتردد ترى هل قبل الله منا حجنا وغفر لنا ذنوبنا والجواب ايها الحاج احسن الظن بالله تعالى فهو جل جلاله عند ظنك به واعلم ان لقبول الحج علامات منها ان يكون الحاج بعد رجوعه من الحج خيرا مما كان فاذا كان قبل ذلك مقصرا صار الان حريصا على الطاعة واذا كان قبل ذلك ذا خلق سيء رجع انسانا هادئا طيبا ذا اخلاق حسنة وقد تغيرت اخلاقه فهذه علامة قبول ومن امارات القبول ايضا انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه والاستقامة على الطاعة وقد ذكر بعض السلف ان من علامة قبول الحسنة ان يوفق العبد لحسنة بعدها فهذا التوفيق يدل على ان الله عز وجل قبل عمله الاول ومن عليه بعمل اخر ورضي به عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة